ليلة القدر والطاقة نحن برنامج نبي توقف طوال شهر رمضان فلذلك راح نتكلم من الان عن ليلة القدر و اهمية هذه الليلة في اللغة العربية موضوع فعلا عجيب تقول القاعدة اللغوية زيادة المبنى في الكلمة تفيد في زيادة المعنى اي حينما اضيف للكلمة حرف او حرفين اضافة او حينما اضع شدي على حرف فانا اوسع في المعنى لذلك هناك فرق بين انزل وتنزل وتتنزل حرفي تا الفرق فعلا طريف جدا بين انزلناه في ليلة القدر انزل لمرة واحدة فقط والدليل على ذلك حينما قال الحواريون الى عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله بذات الاية يقول عيسى ربنا انزل علينا مائدة من السماء طيب كيف اتقوا الله ثم قال انزل اذا اجل الفرق بالضبط الموضوع فعلا رائع ضمن الاية ماذا قال الحواريون هل يستطيع ربك ان ينزل يوجد شد عزي نعم اي يريدون فطور وغدا وعشا كل يوم ان ينزل عيسى قال اتقوا الله عيب هذا الكلام قال عيسى ربنا انزل مرة واحدة فقط مائدة من السماء اذا قال اتقوا الله الى كلمة ينزل نعود الى ليلة القدر حببنا باللغة العربية الفصحة اكثر نعم يزا اذا فعلا في رمضان قال اننا انزلناه في ليلة القدر دفعة واحدة في ليلة القدر نعم لكن الموضوع الهام قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها الروح ليس جبريل فقط عليه السلام لماذا لو كان جبريل كان قال والروح معها نعم والروح فيها لتوزع ما يسمى بين قوسين الطاقة السنوية كل انسان يحتاج الى ثلاث انواع من الطاقة طاقة يومية يحصل عليها خلال الصلوات الخمسة طاقة سنوية توزع في ليلة القدر وطاقة يحتاجها مرة واحدة في العمر يأخذها عن طريق الحج فالحج مرة واحدة في العمر لكن ليلة القدر هي توزيع ما يسمى الطاقة السنوية اذا تنزلوا الملائكة والروح فيها لكن الموضوع الهام ان هذه الطاقة يحصل عليها كل انسان مؤمن بالله سواء كان داخل المسجد او خارجه فليس من الضروري ان يكون شخص داخل المسجد لكي يحصل على علازي الطاقة هناك الكثير والكثير جدا في المجتمع في العصر الحالي يعملون خارج المسجد لضرورة المجتمع فمثلا رجال الشرطة يعني الله يعطيه العافي الذي يسهر حتى الصباح على امن المجتمع يعني الانسان الذي يعمل في الامور الطبية يسهر على المرضى فهل هذا ليس لو علاقة بليلة القدر الكلية القدر تخص الجميع لماذا موضوع ايضا هام عن طريق الوحي الموضوع الهام نلاحظ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذين الشرطين ربنا الله ثم استقاموا تتنزل حرفيت تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا ليلة القدر قال تنزل نعم تاء واحدة لانه ليلة واحدة خلال السنة اذا يمكن لكل انسان ان يصنع ليلة قدر خاصة به طوال السنة اذا هذه من اعادة حرف التاء مرتين مكرر مرتين وزيادة المبنى تفيد في زيادة المعنى فقط ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة نعم اذا هذا يؤدي الى ما يسمى الحياة الطيبة ومن يعمل من الصالحات من زكرا او انسى فلنحيينه حياة طيبة لكن الملاحظ ان الطاقة في ليلة القدر لها خاصة فيزيائية فعلا رائعة لماذا تتعارض هذه الطاقة في ليلة القدر مع ضوء النهار الطبيعي نلاحظ سلام هي حتى مطلع الفجر متى ما الملائكة الكرام شعروا بخيوط الفجر الاولى وصلت ينسحب الملائكة الكرام ولا يوزعون هذه الطاقة اذا فيها شيء من التعارض الفيزيائي مع خيوط الفجر الاولى اذا هي فقط حتى مطلع الفجر لكن المهم ليس على الانسان ان يحصل على الطاقة عليه ان لا يقوم بهدر هذه الطاقة بطبك ممكن يحتفظ فيها نعم هنا سلؤال كمان